اهلا بكم الى موجز اخبار الان اكد الجنرال الامريكي روبرت جونز المسؤول الثاني في التحالف الدولي اكد ان مهمة التحالف لن تنتهي في سوريا بعد طرد مقاتلي داعش من الرقة واضف جونز خلال زيارته لمدينة عين عيسى ان التحالف سيواصل تعاونه مع قوات سوريا الديمقراطية من اجل الحاق الهزيمة النهائية بتنظيم داعش سجل المرصد السوري لحقوق الانسان استهداف قوات الاسد بقذيفة لمنطقة على اطراف مدينة حرستا ما يعد خرقا جديدا للهدنة وتسبب القصف باضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية في حين كان المرصد السوري قد سجل خرقات منذ ظهر امس تمثلت بتنفيذ الطائرات الحربية ست غارات على بلدة عين ترما وغارتين على مدينة دوما كشفت مصادر عسكرية وامنية ان قوات الجيش العراقي ستتسلم مدينة الموصل بعد 72 ساعة من الانتهاء من ازالة مخلفات داعش على ان تقوم الفرق الهندسية باعادة تأهيل المدينة خلال اسبوعين تمهيدا لعودة السكان وقدرت الحكومة المحلية لمدينة الموصل كلفة تقريبية لاعادة اعمارها تصل الى نحو خمسين مليار دولار حذر الصليب الاحمر الدولي من ان اكثر من ستمائة الف شخص معرضون للاصابة بوباء الكوليرا في اليمن هذا العام ورجحت المنظمة في بيان لها اصابة واحد من بين كل خمسة واربعين يمنيا بالكوليرا وسجلت المنظمة اكثر من ثلاثمائة وسبعين الف اصابة بوباء الكوليرا حتى الان في حين سجلت وفاة الف وثمانمائة شخص منذ انتشار الوباء في نيسان ابريل الماضي تحت رعاية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يلتقي رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية في العاصمة باريس بعد غد الثلاثة وفق ما افاد به مصدر دبلوماسي وكان السراج وحفتر قد التقيا في بداية ايار مايو الماضي في العاصمة الاماراتية ابو ظبي وقبل ذلك في كانون الثاني يناير من عام الفين وستة عشر اتفق الزعماء في الكونغرس الامريكي على قانون يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا بشأن مزاعم في تدخلها في الانتخابات الامريكية ويقوض القانون الجديد سلطات الرئيس الامريكي دونالد ترامب فيما يتعلق برفع اي عقوبات مفروضة على روسيا اعلن موقع يوتيوب عن اضافته ميزة جديدة تجعل من الصعب على اولئك الذين يبحثون عن محتوى ارهابي على المنصة العثور عليه اذ تعمل الميزة على اعادة توجيه الاشخاص الذين يبحثون عن مثل ذلك المحتوى الى مقاطع فيديو توجه وتفند المحتوى الارهابي الى اللقاء